بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله صدق الله مولانا العلي العظيم أيها الأحبة أيها المؤمنون أيها الصائمون تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في هذا الشهر الفضيل الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان من لطفه على عباده بيّن لعباده من خلال أنواع الآيات الإلهية فقد يرسل الله سبحانه وتعالى آية لعباده ويغدق عليهم بالنعم قد تكون النعمة من آية من آيات الله سبحانه وتعالى ليبتل الله عباده كيف يتعامل مع هذه النعمة أي أشكر الله أم يكفر بالنعم وقد تكون الآية والابتلاء نوع آخر وهو البلية وهو أن يمر الإنسان بمصاعب من مصاعب الحياة وكلها نعم من نعم الله سبحانه وتعالى ونحن في هذه الأيام في أيام شهر الله المبارك وقد اعتاد المؤمنون في الأشهر الماضية على التزاور وعلى الاجتماع وعلى التجمع لأداء كثير من العبادات المستحبة إلا أننا في هذا الشهر المبارك سبحان الله قد انتشر وباء منع الناس منع الناس وقيدهم وحدد حرياتهم بالحركة في هذه الأيام فماذا تشكل عندنا هذه المأساة وهذه الأزمة التي تمر بنا أيها الأحبة الله سبحانه وتعالى قد يأخذ الناس بالبأساء والضراء لكن ماذا يريد منهم أوضح ذلك في كتابه العزيز قال فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون لعلهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى ويظهرون له العبودية والحاجة واقعا أيها الأحبة إن لم تكن هذه المرحلة من هذه الأزمة انتشار هذا الوباء أعاذنا الله وإياكم وجميع المؤمنين منه ورفع الله سبحانه وتعالى عن هذا الابتلاء لكن إن لم يكن لنا هذا الوباء وهذا المنعطف وهذه الأزمة منعطفا في تصحيح مسارنا فنحن علينا أن نستعد لبلاء أكبر لذلك الله سبحانه وتعالى يقول لقد مر عليكم زمن طويل نعم تمتعتم في هذه الحياة أخذتم مساحة من المهلة لكن متى تستيقظون وترجعون إلى الله سبحانه وتعالى نعم ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله علينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى أن نذكره والقضية ليس قضية الذكر فقط لفظي أن يجلس الإنسان ويضع أمامه كتاب الدعاء ويقرأ وكأنه يقرأ شيء يعني يحفظه لا عليه أن يعيش هذا الجو من الحاجة أن يظهر حاجته إلى الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى ينذرنا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله نحن الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى وهذه النعمة التي أيقظنا الله سبحانه وتعالى بها قد كثير مننا يغفل نحن نغفل الإنسان يغفل لكن الله سبحانه وتعالى ينبهنا من هذه الغفلة ويريد مننا أن نكون عبادا مطيعين وماذا يحصل الله سبحانه وتعالى من هذا التنبيه؟ لا لشيء الله غني عن العالمين إنما لطفه ومحبته لعباده ليريد منهم أن يرجعوا يرجع إلى الصراط السوي كي يحظوا بنعمه وبما عده لهم في الدار الآخرة لذلك أيها الأحبة تعالوا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى وندعوه وأن نتوب إليه من ذنوبنا ومن خطايانا فهو سريع الرضا الله سبحانه وتعالى سريع الرضا لذلك أيها الأحبة علينا أن نستفيد من هذه الكلمات ومن هذا الوقت من شهر الله المبارك وعلينا أن نتنبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة